بعثت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم بتعليمة إلى كافة رؤساء الوكلات الولائية والمحلية للتشغيل تنص على استفادة أصحاب عقود ما قبل التشغيل من عقود العمل المدعمة من عقد العمل المدعم ستيا وجاء في نص التعليم أنه بالنسبة للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي لهم أحقية الاستفادة من عقد العمل المدعم ستيا وأضافت التعليم نفسها أن الذين طالبوا بالعمل أو طالب العمل الذين يثبت انتسابهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي بصفتهم أجراء فلا يحق لهم الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني أو عقد العمل المدعم ترجمة نانسي قنقر